اهلا بكم اعزائي اولئي الامور مع درس جديد مع موقع نذاكر النهاردة هنتكلم ان شاء الله عن الانماط العددية درس سهل جدا وبسيط ولكن محتاج شوية تركيز فعندي مثال بيقول لي اكمل كل من الانماط الاتية وبعدين مديني خمسة فاصلة بعدين سبعة بعدين تسعة بعدين حداشر بعدين نقط ونقط هو عاوزني احط اعداد مكان النقط دي كل اللي بعمله في الدرس ده ان انا بركز على المسألة اللي عندي واشوف هو عمل ايه وبعدين بعمل زيه بالزبط بعمل زيه بالزبط يعني هنا هو خمسة وبعدين قال سبعة اذا هو اضاف اتنين اضاف اتنين خمسة زي اتنين هتدينا سبعة سبعة اضاف عليها كمان اتنين هتدينا تسعة وبعدين اضاف اتنين كمان هتدينا احداشر فبالتالي هعمل زي ما هو عمل بالزبط هضيف على حداشر دي اتنين هتدينا تلاتاشر تلاتاشر دي هضيف عليها اتنين كمان هتدينا خمسة عشر درس ده بيساعد ابنك انه يكون لماح ويعرف المشكلة فين ويحلها بسرعة يحلها بسرعة كمان انا ممكن استخدمه في المقارنة ما بين الاشياء وبعضها او مثلا لو عندي اه تلات تلميذ مثلا ودرجاتهم كالاتي الاول اول تلميذ جاب عشرة الثاني جاب خمستاشر الثالث جاب عشرين فلما اجي اه اه ارتابهم فبالتالي هيكون اه كل واحد منهم بزيد عن التاني بمقدار خمس درجات عشرة وبعدين اه خمستاشر وبعدين عشرين خلونا ناخد اه المثال التاني اللي نعينا لو قال لك اتنين وبعدين ستة وبعدين تمنتاشر وبعدين اربعة وخمسين هللاحظي هنا لو قلت اضيف اه اربعة على الاتنين هتدينا ستة هاجف الخطوة اللي بعدها هاقول اربعة زائد ستة مش هتدينا خمستاشر مش هتدينا طبعا تمنتاشر وبالتالي اه الحل ده مرفوض طيب حاجة كمان هو انا من الاتنين ممكن احصل ازاي على الستة اه ممكن اضرب اه اه اتنين في تلاتة في تلاتة تدينا ستة والتالي هاضرب ستة في تلاتة هتدينا تمنتاشر تمنتاشر في تلاتة يساوي اربعة وخمسين هاخد الاربعة وخمسين اضربها في تلاتة هتدينا مية اتنين وستين تدينا مية اتنين وستين بعدين المية اتنين وستين هاضربها في تلاتة كمان هتدينا ربعمية ستة وتمانين تمرين عاوزينكم ان شاء الله تشاركون احل المسألة دي في الكومنتات قلنا ازاي شرحتها لابنك او ابنتك لو في اي استفسار سب لنا كومنت ارد على حضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى واركاد